إذا نتكلم ب الجلس عن رسم الـ area و المعنية الـ السلاب فنفس الكلام عندنا مجموعة من الأدوات فت含نا من عملية رسم الـ area .. الأول И Mm it Tells بشكل حر مثل ما تلاحظ اليوم و السنيةRe angl妓 تكون لديك علا آ LE compartil و الثالثية تأشي على الرسم الحر بشكل حر بشكل حر و نقصد望 لو كان لديك SEAT او حتى كان فاونديشن الامر الثالث ايضا جدا مهم هذا يستخدم كثيرا في الفاونديشن وعندك نقطة معينة وتترسم دائر ما دائر يعني تكون دائر ما دائر around عليها area و بنفس الوقت اللي يمكن انه تستخدم هذه الادوات في البلان بعض الادوات تستخدم في الاليفيشن بطبيعة الحال طبعا على هذا الاساس يمكن ببساطة تقول اوكي هذا باحتبار انه هو مستطيل فيمكن ان اخذ اقوم باختيار البروبرتي على اساس تكون عندك اس 20 اللي احنا معارفينها طبعا في الاسلاب سكشن واقوم بالرسم من هذه النقطة يعني اضغط باستمرار واسحب بالكليك ايسر الى هذه النقطة وبالتالي راح يبدي يرسم لك area واحدة يعني هذا اصبح عندك object واحد كان واحد اللي هو يعني ليس مقسم فاذا رديت انه تقسم على مجموعة البانال المعنية مجموعة البانال فيمكن تستفاد من ادوات التقسيم تذهبون على الادت على التحرير راح تشوف عندك امرين يؤشرا على التحرير طبعا في عدة اوامر الامر الاول يؤشر على عملية الادت بنسبة لفريمز والثاني يؤشر على عملية الادت بنسبة للشولز الشولز اللي هي الarea هي المساحات يمكن تقوم بتقسيم الشولز المعنية لعمل divide اليها ويمكن تعمل merge اليها او expand او اي نوع من انواع ال edit هذه المعنية او تقول بلاش انه انا اقوم بعملية التقسيم هذي يمكن انه باحتبار انه انا عندي اصلا هذي ال grid باحتبار خطوط الشفقة اقول اوكي انه كل grid هنا عندي ايش تحتبر تحتبر panel فببساطة يمكن انه اخذ quick draw floor اوكي وبالتالي لو تلاحظ انه كل نقاط اربعة الان معنية تخلي عليها الموشر يبدي يرسملك دائر ما دائرها بشكل مبدي اوكي فيمكن انه اسحب بهذا الشكل وبالتالي راح يبدي يرسملك كل هذي الarea الان بالنسبة للarea اللي تكون عندك على شكل ايش على شكل arc فيمكن انه تستخدم عندك الامر draw floor wall ولكن هذا اللي هو يكون free اوكي اقوم باختيار اس عشرين كproperty واقوم باختيار ال edge drawing type على اساس 3 point ثلاث نقاط اوكي واقوم بتحديد ثلاث نقاط طبعا ما تقدر تحدد لان ثلاث نقاط مثل ال arc لكن تستطيع ان تقوم بالتحديد كالتالي انه هذه النقطة الاولى وعندك هذه النقطة الثانية ثم وع ذلك عندك هذه النقطة يعني هذا هو مثل ما تعرف ال R اوكي واقوم بالتحديد على النقطة الثالثة تكون عندك هذه اوكي مرتين عليها راح يبدي يرسملك هذه الجهة اوكي وتستمر في عملية رسم الجهة الثانية راح تكون عندك من هذه النقطة الى هذه النقطة وهذا عندك ايش عندك ال radius اوكي وثم على ذلك الى هذه النقطة مرتين عليها راح يبدي يرسملك تقول اوكي الان هذا جزء الى واحدة وهذا جزء الى واحدة قلدي اعمل عليهم ميرج يعني ادمجين فاوكي قوم تقوم باختيارهن واذهب هنا على اديت واعمل اه اديت الشيلز ثم على ذلك ميرج على الشيلز المعنية لو تلاحظ الان اعرض لك قالك اوكي انه هذي عندك ال name مالت هكذا وراح يبدي ادمجهني لك بهذه الاعدادات بحيث انه ادمج لك جوينت ايدي وادمج لك جوينت شيلز واعمل لك فيل على الشيلز يقول اوكي وهذي الستوري هي ستوري وان الى فور يعني ستوري وان اقول اوكي ما في عدي اي مشاكل قم بعملية الدمج هذي فالان اصبح عندك هذا اوبجكت واحد مثل ما تلاحظه الان امامك اوكي الان تقول اوكي اريد انه اقوم بعمل فتحة معينة داخل هذا الاسلاب او داخل هذا الاريا بشكل عام فاوكي ما فيها مشكلة اي اداة يمكن تاخذها بهذه الصورة يمكن تعمل فتحة بدل انه تقوم برسم الاسلاب كبراب واش تقوم بالتغييره على اساس يكون عندك اوبنينج اقول اوكي يمكن اقوم بعمل كويك درو فلور ولكن انا بدلا اقوم في عملية الرسم فرح اخذ اوبنينج رح اخذ فتحة فتحة مثلا هنا على سبيل المثال اوكي نقرأ واحدة هنا نقرأ واحدة فرح يبدي يعمل لك هذه الفتحة طبعا بعض الاحيان انه ما يشتغل في عملية الكويك هذي يمكن انه اخذ ريكتين اقول اقل اوكي ثم على ذلك اقوم بالتحديد بهذه الشكل اوكي اقوم بالتحديد في النسخ الحديثة اصبح انه ما تقدر ان ترسم اوبنينج على اسلاب موجود عندك فتحتاج انه تقوم بحذفه مبدئيا فقوم بتحديد هذه البنار ووصم مع ذلك اعمل عليها delete من الكيبورد رح يبدي يحذف لك يا اصبح عندك انه اصلا ما في كائن موجود عندك اوكي مثل ما تلاحظ عندك في ال 3d view على هذا الاساس لازم انه اصيغ للبرنامج انه هذي عندي اوبنينج هذي فتحة لازم فعلى هذا الاساس اقل له اوكي كويك درو بنسبة للفلور اوبنينج ضغطة واحدة هنا اوكي كويك درو ثم على ذلك ضغطة واحدة هنا فتلاحظ انه وضع لك علي علامة او الكروس اللي هي علامة تشير انه هذي عندك اوبنينج وبالتالي البرنامج رح يبدي اخذها بنظر الاعتبار